هذول تلميذ محمد هذول تلميذ محمد هذه عظمة عظمة محمد وتعليم محمد في أمته على فكرة عمر نفسه وهذه رسالة أقول والإخواني الشيعة الإخواني وأحبابي من الشيعة وتكرت لكثير من الأخوة الشيعة وتقبلوها بصدر رحم وقالوا صحيح كلام معقول عمر كونه خليفة على المسلمين شارة من شارات عظمة الإسلام ومن قبل أبو بكر أن يكون خليفة المسلمين بعد رسول الله شارة من شارات عظمة الإسلام عكس ما توهم إخواني الشيعة وسمحوا على هذه الاستطراضة التي لن تأخذ أيضا أكثر من دقيقة ليش طيب تعرفوا ليه بصراحة كان المفروض حسب المنطق العقلاني المادي الحسابي هذا أنه يكون الخليفة الأول من أهل بيت النبي يعني علي مثلا أو العباس عم النبي أهل بيت النبي لا بس هذه مش جمعية تعاونية هذه ومش أيديولوجيا هذه نبوة وعندها مبادئ قيم متروكها أول أمة لكي ترعاها والأمة فعلت حدوا إلى ما هي مؤامرة والسخيفة لا 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 قبل السخيفة المؤامرة انتبه انتبه المهاجرون كانوا قلة كلما على بعضهم هيك قلة عددهم قليل المجتمع الإسلامي جسم المجتمع الإسلامي معظم مجتمع من هم؟ العوس والخزرج المدنيون المدينة المنورة مين فرسان الإسلام مين وقود الحرب كانوا الحروب كلها على فكرة حتى حروب الردة العوس والخزرج على فكرة أهل الحلقة وأهل القتال مش المهاجرين أهل الفرسية الحق العوس والخزرج معروف علميا ترخيا هذا هم أهل القتال الذول كانوا أهل مكة أهل تجارة كانوا يعني معرفتهم محدودة عقدهم يعني بالسيف والضراب والطعان يعني لكن الأوس والخزرج يا حبيبي هم قادة الفتوح وهم وقود الحروب ما شاء الله وفرسان الإسلام معروفون وهم العدد العدد والعدة والكثرة والعزة عند العرب الكاثري فإذا جنب أهل البيت أن يحظوا بالخلافة مين بتكون مرشح الأول أوسي أو خزرجي أنصار والمصاحيح ولهم القدرة على فعل ذلك يخذوها بالقوة ولكن سبحان الله رعوا رسول الله في صاحبه ورفيقه في الغار أبا بكر عبد الله بن أبي قحافة مين هذا من أي عيلة من أي قبيلة من قبيلة من القبائل القليلة العدد عدد بسيط محدود وكما قلت لكم العزة للكاثري لا قبيلة عزيزة ولا ما يحزنون بنو تيم ابن مرة في تيم الرباب وفي تيم اي مرة لا هو بنو وي تيم ابن مرة قبيلة قليلة متواضعة بسيطة لا إله عبد الله أبو بكر أي أبو بكر من بني تيم يصير خليفة المسلمين عظمة الإسلام مش أوسي ومش خزرجي ومش اب عم الرسول ولا عم الرسول يا أخي إيش العظمة هذه أي مؤامرة من من تأمر على من يعني الأمة تأمرت على نفسها الأنصار تأمروا على نفسهم الأوسر خزرج بل كلام فارغ قال لك ما هو عمر أبو عمر مين وأبو عيدة مين له الأنصار ما أرادوا والله ما بخذه عمر وبكر ولا واحد من مليون ولا بقدر أصلاً لسهذا إيه الفهم والإخلاص للإسلام وقيم الإسلام ومراعات الله والرسول وحفظ رسول الله إيش في أقرب الناس إليه مودة الصديق رضوان الله عليه هذا الإنسان الضعيف الخفيف العارضين البسيط البكاء من قشة الله يصير أول خليفة على الأمة بعد الرسول والله عظم أقصب بالله تبكي والله عظم تبكي والله العظيم قال لك الثقة هي الثقة الثقة في المبادئ الحقة عكس مفاذ إخوان والشيعة على الأسف الشديد ويحبون أن يفهموا ونفس المنطقة مع عمر أيضاً ولا ما الصحيح أبو بكر رشها عمر قال لك برشه وأنا بعرف رجله صدقه حق هذا قال لأم قالت حي هنع عمر أهله سهلا كان الأنصار ممكن يقولوا لا خلاص معي هي واحدة الثانية لا تصير قالوا أهله سهلاً بعمر برضو نحن عارفينه وثقين منه وما شاء الله وشوف لا تحكم شيء لا تحكم سني حكم التاريخ وقول لي إيش عمر عمل وإيش الله أجرى على دين عمر ما شاء الله عمر باعتراف مؤرخي العالم ليس بس عباس محمود العقاد حتى في لي بحتي ها قال لك عمر مؤسس إمبراطورية الإسلام محمد بنى دولة المسلمين بلا شك هذا الظروف ما سمحت به الظروف والتحق بربه سعيداً حميداً صلوات رب وتسمحه إلى بدل آبدين لكن عمر مش بنى دولة بنى إمبراطورية إمبراطورية حقية أبو المرقع هذا كان كان إمبراطور بس خليفة طبعاً بأخلاق خليفة مش أخلاق إمبراطور روماني ولا غير روماني عظمة الإسلام هذا الإسلام فضل الله اللي ما عدنا نفهمه جيداً ما عدنا قادرين على أن نفهمه جيداً في واقعيته وفي عظمته فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين